ورنا النهاردة بخبر دايما بيسعدنا عن جيانا فاروق جيانا فاروق بطلتنا الكبيرة بطلة الكاراتي الحمد لله قدرت تكسب بطولة في اليابان وقدرت تكسب مديلية دهبية بعد الفوز على بطلة فرنسا ليلة بنتيجة 4-3 جيانا فاروق كان اخر بطولة لدورة العابة افريقية كانت جابت برونز فعلا وكذا الناس قادت من هي يعني في مشكلة لكن البطل دايما بيطلع وينزل مستوى طالع نازل لكن جيانا فاروق دايما معودانا على الدهب وقدرت تستعيد مرة اخرى ده بيساعدها على الوصول الى اولمبياد تقريب بمعنى ان الترتيب او الترتيب او التصنيف العالمي بيتحسن حسب البطلات اللي هي بتشترك فيها دائما لو ابدا واكيد البطلات دي هتحسن من ترتيب جيانا فاروق لان كلنا مستنين نجمتنا الكبيرة جيانا فاروق في الاولمبياد